السلام عليكم ورحمة الله رجعنا لكم من جزيرة ستور هولمين احد القلاع الموجودة بالجزيرة طريق جميل جدا رائع للوصول لهذه القلعة وصلنا لمحطة ستور هولمين سودرة يجعل القلعة ينزل على نفس المحطة لاني ما بعرف من محطات تانية كيف تصل لهذه القلعة فاحنا هلا في ستور هولمين وهنا احد القلاع ما بعرف شو تاريخها شو معلوماتها راحنا حاول نلتقي مع احد الاصدقاء من الاستجرام واحد الاعلاميين اللي عايشين هون ان شاء الله بس حبينا ايش نحاول يعني اعملكو شوي هيك مقدمة للمكان حيث انه الواحد يعني انه يشوف المكان المكان نفسه بعبر عن ذاته عن التاريخ عن الاصالة عن الحضارة يعني يشوف هذا المكان جزيرة بعيدة يعني بالنسبة لبعض الناس يشوفها منفية لكن شوف فيها الحياة كان يعني 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 انبين عليه البناء ممكن اذا ما صر له مئة وخمسين مئتين سنة قديم جدا جدا بناء داخل الجزيرة استور هولمين صباح الخير صباح النور صباح الورد احد القلاع في جزيرة استور هولمين التابع على مدينة استوك هولم التابع على ليدينغو منطقة ليدينغو في استوك هولم طبع الجزيرة مفصولة يعني ما بتقدر توصلها الا بالقارب وكتير ناس هون يعني اللي ساكنين ما شوفت ولا سيارة ما في سيارات الناس اللي ساكنين هون كلها اكثرها عندها قوارب او تستخدم وسيلة المواصلات تابعة استوك هولم بس وسيلة المواصلات مرات تقعد ساعة او ساعتين حتى تصل للجزيرة فالله يعين اللي بيشتغل وانا لقيت مع واحد بيشتغل فاللي بيشتغل بالليل بعد العشرة ونصف ما في ولا اي رحلة زمان كان في رحلات تقريباً اطناعش بالليل بس توقفت هاي الرحلات ممكن بسبب كورونا حكالي احد الاشخاص اللي طلعوا معي بالسفينة فاحنا فيه هلا في جزيرة ستور هولمن وهنا احد القلاع القديمة جداً جداً ما بعرف شو تاريخها رح نحاول نجيب لنا شوية معلومات من احد الاصدقاء اللي هون ان شاء الله عن الجزيرة وسلمشي بجزيرة رائع جداً فيها نهر كمان الجزيرة اه يعني رائحة الخشب تعرفوا هون الناس اكثرها تستخدم للتدفئة الاخشاب فراحة الخشب وانت بتمشي الاخشاب التدفئة رائع جداً جميل جداً جداً سبحان الله العظيم ان شاء الله الصوت والصورة واضحين اخوان الكرام احنا نحاول ما نطول بالفيديوهات هاي بس نحاول نفرجيكم مكان مكان يعني نحاول نعمل عدة فيديوهات عشان ما يكون الفيديو طويل نحاول يعني كل منطقة نتمشى شوي نعملكوا شوي فيديو فلا عنده تعليقات عنده اراء عايش في مدينة ستوك هولم حاب يشارك في هاي الرحلات او في عنده افكار تانية اه حاب انه احنا ينصحنا فيها يقدمها لاخواننا العرب اللي في السويد يعني في اشياء كتيرة في البلد هاي اه ممكن انت تتعرف عليها ممكن اه تدخل عليك السعادة والسرور تخليك تشعر نوعا ما انه يومك مورا عايشي فاضي يعني بالذات يوم العطلة الناس تحتار وتقولك وين دا اروح فاحنا منحاول نقدم يعني بذل حلول يعني ان الواحد اه في اماكن تقدر تروح تكتشفها وتشوفها بنفسك ما تضلك عايش على قائمة الانتظار الويت لست او ويت انجلست فهاي احد الجزر طبعا في جزر كتيرة يعني لسه في جزر قائمة طويلة عريضة هاي كلها بس حوالي المدينة ستوكولم صباح الخير محمد ان شاء الله طمنونا على الصوت والصورة اخواني الكرام اذا الصوت والصورة كويسين مو كويسين خبرونا كيف الوضع احنا لازم والله طلعنا الى فوق فوق طلعنا على الدرج فوق نشوف الوضع من فوق خبرونا على الصوت والصورة ان شاء الله الامور تمام هل الصوت الصورة واضحين اخواني الكرام ولا مو واضحين ما حدا جاوب اخواني الكرام الموجودين معنا الصوت الصورة واضحين نكمل شوي ولا مو واضح ممكن الاشارة هون ضعيفة ما بعرف طمنونا على الصوت والصورة جزيرة ستور هولمين القرب بقرب من منطقة لودينغو من المناطق الجميلة والرائعة في مدينة ستوكولم طبعا طبعا في حواليها زي ما ذكرت لكم يعني عديد من الجزر الصغيرة التابعة على جزيرة ستور هولمين في جزيرة اسمها تران هولمين كمان جميلة جدا بس اصغر من ستور هولمين في الطريق الى ستور هولمين بتمر على جزيرة اسمها تران هولمين للوصول الى هذه الاماكن لازم تطلع في ستوكولم في القطار الى منطقة روبستون ومن روبستون تمشي الى محطة 89 او 80 ناس رقم المحطة طبعة البوت ارفقت لكم انا في المعلومات طبعة البث واضح ممتاز الرحلة تقريبا 28 دقيقة للوصول من المينة بالسفينة الى هون صباح الخير صباح النور صباح الورد ما بعرف اذا ساكن فيها حدا ما ساكن فيها حدا الجزيرة القلعة هاي او شو فيها بالزبط بس المكان جميل جدا المشي في كل الاشجار حواليك ومع تساقط اوراق الخريف وراحت التدفئة في كل مكان راحت الاخشاب والطيور صوت الطيور جميل جدا مكان قديم جدا جدا في الجزيرة الصورة رائعة ممتاز اخي من الجزائر بارك الله فيك سلامي لأهلي في الجزائر الشعب الجزائري البطل ممتاز ممتاز الجزيرة هنا القلعة ما كلها وواقعة ما احدا مهتم فيها شكله ما بي مهتمين فيها من ناحية السياحة والسواح والاجانب والعالم والدنيا قديم جدا هذا المبنى ما فيه اي اهتمام شاهد فيه بس المشي بالجزيرة فعلا شعور غير شكل بالذات بتمر هيك على انهر صغيرة مسطحات مائية الاوراق الشجر هاي كلها على الارض سبحان الله يعني شوف تقول مرشوش رش على الارض طلع يا الله يا كريم طبعا البحر من كل الجهات يعني هس لو نتوجه على اليمين على اليسار نوصل للبحر بصار مين كان ساكن هون حسب رأيكم مين كان ساكن هون اللي بفهموا بالتاريخ السويد او دخلوا على جوجل اكتبوا السور هون من ميكيبيديا ممكن ما دخلت شوفت شوية معلومات بس ما قرأت كتير واننا نشوفها مباشر احسن بس انها يتاب على مدينة منطقة ليدنكو ويعني حجمها كويس يعني مو صغيرة زي جزيرة تتران هولمن ففيها مباني كتيرة يعني وما في سيارات ما في اشي الناس عايشة هون عربيات وغلف بيل والشغلات اللي زي هيك هاي هون حبل الغسيل كانوا زمانا كنهم يغسلوا وينشروا وهي حبل الغسيل كله مع الغسيل بسيل هاي هاي الملاقص بس ما في حدا ناشر نشرة الانباء نشوف جماعتنا وين سكنين ممكن هون خايف طلعنا بعدين كلب عو عو الله ممكن هون سكنين نشوف هسا نرن عليهم بس نفرجيكم المكان كيف سبحان الله يميد جدا ونشي في الطرقات رائع جدا فنحاول ننزل على الطريق اللي تحت هداك يعني كنت اصوركم من البداية بس خفت حدا يتصل فيي واقطع البث فهاي مشكلة شغلة الاتصالات لوحد مرة ولاده مرة مرته مرة اصحابه فهاي مشكلة بالبث المباشر عشان هيك بصور بعض الفيديوهات بنزلها على اليوتيوب او بنزلها على الانستجرام فهادي يعني احنا نحاول نتواصل معكم ببث المباشر استبت انه انه نفرجيكم الحياة الواقعية لان بعض الناس لحد الان خايفين من كتير خايفين كتير كتير يعني من موضوع كورونا وبتلاقيه خايف وقاعد في البيت ومو بتحرك ومخوف اهله ومخوف اسرته فعامل فوضى للأسف الخوف الشديد بزيد المرضى وبزيد مضعف المناعة شوف شوف المناظر كيف هيك سبحان الله طلح الطرقات هاي كيف كلها مفروشة في أوراق الخريف سبحان الله العظيم صباح الخير سامي من الجزائر سهلا سامي هاها وهاهاهو يا رب سبحان الله كيف الأوراق تتساقط شوف كيف تقول مطر يا الله يا كريم شوف حتى سلات الزبالب موجودة حتى في أطراف الجزر سبحان الله العناية بالبيئة مهم جدا في السويد يعني طرقات رائعة جدا للمشي تعمل لك جول هيك بجزيرة وبعدين تطلع بسفينة يعني حلو الرحلة هيك نوعا تغير من وسائل المواصلات هاي اللي بيوت هل هون الناس ساكنة طول ما انت بتمشي بتسمع صوت هالأوراق الشجر حواليك تتفرج بتشوف اش جديد بتعرف عماكن جديدة شو بتسووا بيوم العطلة كيف تقضوا يوم العطلة عندكم مجموعات خاصة بتطلعوا رحلات بتطلعوا اكتيفيتيت نشاطات بتنارسوا رياضة ولا بيتك بيتك شو اكثر اشي بتعملوا بيوم العطلة خبرونا يعني اللي بصحى بكير بالذات اللي مثلا بيصلي الصبح او بقون بكير الساعة خمسة او ستة ومتعود عالشغل ما بقدر يرجع ينام صعبة جدا يعني يعني بيصير النوم مقاومة للنوم فااا في ناس بيحبوا النوم خلص بتلاقيه بيقضى العطلة بالنوم بيعتبر العطلة اليه بالنسبة اليه نوم اه تعودت عشان شغلي شفتات انه الواحد يصحى بكير ففي ناس سبحان الله العطلة بالنسبة اليه زي ما ذكرت لكم في ناس بتقرأ كتب في ناس بتفرج عم مسلسلات عم افلام عم نت فليكس برضو مش عايش الحياة الواقعية يعني انه مش عايش مو شايف البلد مو شايف الاماكن مو متعرف ع البيئة الي حواليه اه حبل الغسيل حبيب الالب كله مع الغسيل بسيل اي داما كنا نرددها وين راحوا الجماعة راقع يمكن هون البيت يلا هلا ميشوف الوضع نكمل هاي الطريق شوفوا هون كله عدات عشان البحار وعشان الارض والزراعة وهي الاخشاب شوفوا الاخواني كله هون التدفئة ما في زيك تقريبا يمكن زي ستو كولم فهون الوضع نوعا ما مختلف هون الناس بيعرفوا بعض يعني بلد حارة هون الناس تعرف بعض يعني بشي هاي الشهاز انا اقبروا واحد غريب وغلاء شو جابوه شو وصلوا لهون فالصبحان الله المناطق اللي بدكون يعني في بعض الجزر وعدد سكانها 200 ثلاثمية عدد الناس اللي سكنين فاكيد يلاحظوا وجود شخص مختلف عنهم هاي البحر من هناك نشوف اذا في من هون طريق للبحر. ممكن سطور هون من بصر نورث. هاي هون الجهة الشمالية. هون بتيجي السفينة على الجهة هاي الشمالية. هون في كمان آآ محطة للسفينة. هنشوف ونفرجيكم آآ شو اسم الخط بالضبط عشان تعرفوا. انا صورت ونزلت في الصور قبل. بس منحاول نفرجيكم كمان على المباشر. ان شاء الله بعض صورة واضحة والصوت واضح. شوف البيوت هاي سبحان الله ذلال على البحر. وهاي تعتبر مدينة استوكهولم يعني. هاي الله يعلم شو اسعارهم. يعني شقق بستوكهولم بتلاقي حقها مليونين وثلاثة. فربنا يرزقنا ويرزقكم. باذن الله. هاي هون. هاي محطة استوكهولم من نورة. الشمال. احنا نزلنا بالسودرة. فاجيكم المحطة. رقمه تمانين البوت. بندل بوت. طبعا مكتبة وين دائما بالمحطات هنا. بالذات لاحظت عليها في محطات السفن. في مكتبات. بحيث انه الواحد ينتظر. فترات الانتظار شوي طويلة. فبحطوهم مكتبات وهو هاي هون تمرين. بدي عمل تمرين اللي بتعب. عشان يريح معدته ويريحها. لو معرفش بالضبط المهم. حطين لك تاريخ المنطقة وتاريخ الوضع. هاي هون. نيبرو بلان. هاي متوصل على نيبرو بلان. نيبرو بلان هاي قريبة من ستراند فيجن. يعني بنا نشوف احنا هون. اليوم الاحد. هاي المحطات. بس ما معرف واضحة ولا ما واضحة. لين يا قطي. اليوم الاحد. الساعة احدعش في. احدعش ساعة كام هلأ. اه خلاص. بنحاول نروح يمكن على احدعش من هون. وفي واحدة وخمسة. هاي الموعيد. موعيد العودة من هون. فهاي المحطة هون. محطة ستور هون من نورة. وهي العقيد. يقعد هون. اخواني الصوت والصورة باطحين. يعني هاي هيك لمحة بسيطة. عن جزيرة ستور هون من. طبعا زي ما انتم شايفين اه عاملين اه للسفن الخاصة البريفات كلها مادين. اخشاب هاي اللي شايفينها. عشان الناس بتطلع بسفنها على المدينة. وبتطلع على لدينغو. فالبحر وين ما تروح. بحيطة فيك الجزر. والمي. والمي مكتوعة يا معلم. رحان الله صوت الطيور. هاي المكتبة. كل شي تمام اخواني الكرام. بكفي هيك. خلينا نشوف جماعتنا هسا. بعدين. اذا صحنا بنعملكو كمان بث. يام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا كنو في حيوانات. في كلاب حتى. يالله. لا بعدين الحلقة القادمة. هلا بدأ روح. مرة ثانية ان شاء الله. الله صغلي يرتاح. اعمال العقيد. شغل كتير. يلا ان شاء الله بنرجع لكم ونشوف كيف بعدين شو بصير معي. بسه معنا ساعتين. يلا سلام عليكم. نحاول بنرجع لكم بعدين. يا ريت والاقتراحات والتعليقات. شوف الانستجرام منزل في بعض الفيديوهات اللي بقدرش تكونش واضحة بال بالمباشر. نحاول ننزل بعض الفيديوهات. وان شاء الله بنحاول نعملنا ميت اف هيك لقاء ورحلة جماعية. نكون مع بعض. نقضي يوم. يا الله السلام عليكم. باي باي.